من سوريا من سوريا، سني ايه، سني عندك اشكال على نبي الشيعة؟ لا، ليش؟ طيب، ليش مثل برنامج غير اشكال على نبي الشيعة واشكال على نبي السنة، غير هذا البرنامج طيب ما تقرون؟ أنا اتصلت لأنك لأنك عم تشتم وتسب طيب أنا من زمانة اشتم واسب أول مرة اشتم واسب ايه، بس هذا الشي ما مصير، لا الأخلاق أولادي يم تسمح بهذا الشي صدق؟ طيب، ادخل لي على الجوجل طيب، تخلي على الجوجل طيب اكتب شو؟ صحيح مسلم طيب باب مسلم باب من سبه من سبه؟ النبي ممو مشكلة باب من لعنه النبي أو سبه ودع عليه وليس هو أهل لذلك كان له زكاة وأجر صحيح؟ الأصل في غلط الموضوع وإحنا من عنده تعلمنا شوف عرامة لأي الأخلاق الوسخة اللي جاي تنتشر بالناس كلها من النبي صلى الله عليه وسلم شوف يسب ويشتم بدون حق الناس ما مساويوا شي قاعدة ببيوتهم وبعدين يكذب عليهم ويقولوا لهم زكاة زكاة لا تخافون هذا نبي هذا ما يصر يلا أسأل علماءك ورجع التصلي بيزين يعني غلق الخط طيب علق نسلم علي يقول لي مع السلام أخوان احنا ليش أخوان احنا أخوان لنا بالأنفس نسلم علي علق أسد التليفون عيب حتشو أكسد التليفون بوجه أخي كريم ما يصر يجي سهلا إن شاء الله سهلا بالريش على قولت أخوان العراقين بالريش يعني بالريش يعني شنو يعني تعرضت إلى حادث أو تعرضت إلى أي عملية سرقة أو أذية فس عدت فيقولون بالريش إن شاء الله يعني بالجسد بالريش بالشيء الظاهر من جسدك بالريش إن شاء الله بالريش لا والله مو بالريش طقتها طك حجبين هذا هو لسان الحال مولانا والليلا تدري الليلة صعبة هذا هو يقول لي لا والله مو بالريش والله نتفت ريش ريشنا ما بقى ريش طقتنا بلد بتجي لتطبت بالأمعاء وين بقى ريش من وراك